السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب الجميع يكون بخير معنا الوقت الليسونز 5 and 6 الدرسين الخامس والسادس في يونت 5 اللي هي jobs we do الوظائف التي نقوم بها طيب نبدأ بالvocabulary وبعدك انا ندخل نشوف الدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه operation operation يعني عملية جراحية operation that that طبيب بيطري اللي هو الطبيب اللي بيعالج الحيوانات keen keen يعني متحمس شديد الاهتمام بحاجة او شغوف بي teammate teammate يعني زميل في فريق العمل تمام يبقى عندك فريق عمل اللي هو اسمه teamwork او teamwork يعني مجموعة الناس بتشتغل مع بعض كل واحد فيهم اسمه teammate computer programmer computer programmer يعني مبارم الكمبيوتر concert concert يعني حفلة موسيقية country side country side اللي هو الريف تعالوا نكمل sick sick يعني مريض dirty dirty يعني متسخ او غير نظيف young يعني صغير صغير السن team فريق distance distance يعني مسافة report يعني تقرير old يعني عجوز together together يعني معا مع بعض injured يعني مجروح clean يعني نظيف worst worst يعني الاسوأ تمام دي صيغة التفديل اللي هي superlative بتاعة الصفة bad bad worse worst bad يعني سيء worse يعني أسوأ worst الأسوأ computer games العاب الكمبيوتر office job يعني وظيفة مكتبية وظيفة في مكتب solving problems solving problems يعني حل المشكلات solutions solutions يعني حلول early early يعني مبكرا أو badly information information معلومات ما تحطش s ما تجمعهاش لأن هي كلمة uncountable يعني لا تعد يعني أقول information يعني هي كده اسمها معلومات science science العلوم experiment experiment يعني تجربة معملية تجربة بنقوم بيها في العلوم football football aim aim يعني هدف أو غرض الأفعال الأفعال المنتظمة mind يعني يمانع أما أقول إيه مثلا I don't mind أنا لا أمانع scare scare يعني يخيف والماضي scared dislike يعني يكره أو لا يحب الماضي disliked agree يعني يوافق والماضي agreed الأفعال غير منتظمة bring يحضر الماضي brought والج والأش silent brought get يصبح أو يحصل على اللي تننصح على حسب بقى الصياق اللي هي فيه الماضي got think يعني يفكر أو يعتقل والماضي thought والج والأش silent meet يقابل والماضي met when يفوز والماضي one طيب ندخل بعد كده على الدرس بتاعنا وتعالوا نشوف بيقول ايه يلا بينا بسم الله يلا بينا بيقول لي my name is rana يعني اسمي يكون رانا i work انا اعمل with يعني مع animals الحيوانات يعني شغلي متعلق بالحيوانات and where i انا love يعني احب my job يعني وظيفتي انا احب وظيفتي انا بحب شغلي if يعني لو animals الحيوانات are يعني يكونوا sick sick يعني مرضى or injured injured يعني مجروح متعور i help انا بساعد to make make يعني اجعل make them اجعلهم better يعني احسن خليهم يتحسنوا some days يعني بعض الايام بعض الايام i work انا اعمل inside inside يعني بالداخل مش بخرب برا and people والناس bring يعني يحضروا their animals حيواناتهم to me الي if يعني لو an animal حيوان needs يعني يحتاج لو في حيوان محتاج an operation operation يعني عملية جراحية the room الغرفة has to يعني يجب ان او لازم لازم ايه بقى to be ان تكون very very clean يعني نظيفة جدا جدا on on other days يعني في other days اخرى انا اذهب to people's houses يعني منازل الناس or farms يعني مزارعهم to check يعني افحص لكي افحص check on افحص the animals الحيوانات it can be يعني من الممكن ان يكون من الممكن ان يكون very dirty يعني قذر او متسخ in some places في بعض الاماكن ممكن الاماكن تكون مش نظيفة but ولكن i don't mind don't يعني لا mind يعني امانع يعني ما عنديش مشكلة في كده i lived انا عشت on في انا عشت في a farm يعني مزارعه when عندما i انا كنت was يعني كنت younger يعني اصغر لما كنت اصغر سنا كنت عيشة في مزارعه so ولذلك i am used to used to يعني معتادة على used to معتادة على ذلك اني ممكن تبقى المزارعه مش نظيفة او كده انا عايدي متعودة على كده انا عشت في مزارعه وانا صغيره and where i love انا احب the countryside countryside اللي هو a leaf what's the worst worst يعني الاسوأ ماذا يكون الاسوأ part يعني جزء هو اسوأ جزء of the job من الوظيفة its هو يكون اللي هو اسوأ جزء يعني هو يكون when يعني عندما an animal حيوان gets هنا يقصد بها يصبح sick يعني مريض in the night in the night يعني في الليل and where i have to يعني لازم get out يعني اخرج او اقوم او اطرق of bed اطرق السرير يعني اقوم بالليل تمام طيب تعالوا نشوف في حد تاني هنا في شخصية تانية معانا بيقول ايه hello اهلا ايام شريف انا اكون شريف when يعني عندما i انا was يعني كنت young يعني صغير i knew k silent new الموجب بتاع الفعل no يعني اعرف و new الموجب بتاعها new في n هنا new تعالوا نكتبها تاني مش واضحة new ده الموجب بتاعها i knew انا كنت اعرف i didn't يعني كنت اعرف i didn't انا لم want اريد انا لم اريد to work ان اعمل with animals ان اعمل مع الحيوانات they هما scare me scare me يعني يخيف بيخوفوني scare me بيخوفوني i am not انا لا اكون لا اكون keen on keen on يعني شغوف بي شغوف بي يعني مش مهتم بي being يعني كوني ان انا اكون outside outside يعني بالخارج ما بحبش اخرج من البيت كتير او بحبش الشغل في الشارع برا so ولذلك i wanted انا اردت an office job office job يعني وظيفة مكتبية بحب اشتغل في وظيفة مكتبية جوه المكان في مكان مغلق when يعني عندما i was young انا كنت صغير i loved انا كنت احب playing يعني لعب computer games العاب computer i انا also يعني ايضا really يعني حقا انا حقا enjoy يعني استمتع solving problems solving يعني حل problems المشكلات باستمتع بحل المشكلات so ولذلك in my job يعني اني يعني في my job وظيفتي في وظيفتي i do انا اعمل both both يعني كلاهما i all اللي هو ايه يعني ما بخرجش برا وفيه بردو computer games i also انا ايضا enjoy يعني استمتع working بالعمل with مع other people other يعني اخرون و people ناس ناس اخرون there are يعني يوجد 16 people يعني 60 شخص in my team في فريقي في فريقي we don't يعني always يعني دائما احنا مش دائما agree يعني نتفق مش دائما بنتفق مع بعض اوقات بنختلف but ولكن we نحن work out the best solutions work out يعني بن بنخرج نخرج او نجد نجد او نجد the best يعني الأفضل و solutions يعني حلول يعني يقصد ان هو بيشتغل مع team يعني فريق teamwork وفريق عمل وبيقولك مش دائما بننتفق مع بعض بس في النهاية احنا بنخرج افضل الحلول طيب تعالوا نكمل بيقولي when يعني عندما you are thinking about عندما انت thinking about يعني تفكر فيه لما تيجي تفكر فيه a job يعني وظيفة it's important من المهم it's important too يعني من المهم ان think تفكر think about تفكر فيه what يعني ماذا you like ماذا انت تحب and dislike وتكره يعني معهم مش اي شغلانة كده ترح تشتغلها لا ممكن شغلانة تبقى مناسبة ليك يعني حاجة انت بتحبها وممكن شغلانة تانية ما تبقاش مناسبة ليك انت مش حاجة مش بتحبها طيب ايه الحاجات المفروض انت تفكر فيها قبل ما تروح تشتغل الوظيفة دي اول حاجة تفكر فيها being being يعني ان تكون indoors indoors يعني بالداخل في مكان مقفول or outdoors يعني بالخارج في الشارع مثلا او في مكان مفتوح الحاجة التانية اللي انت لازم think about تفكر فيها traveling يعني السفر او الانتقال long distances 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 يعني مسافات long طويلة في وظائف بتحتاج منك التنقل لمسافات طويلة ممكن انت تكون ما بتحبش الموضوع ده يبقى ما بلاش الشغلانة دي تمام ولكن انت ممكن تكون بتحبها بتحب تتنتقل من هنا لهنا وتتعرف على ناس جديدة واماكن جديدة يبقى اشتغل الشغلانة دي طيب ايه الحاجة التالتة اللي لازم تفكر فيها getting up getting up يعني الاستيقاظ very early early يعني مبكلا very يعني جدا في وظائف بتحتاج انت تصحى بري ليها writing writing يعني كتابة reports reports تقارير ممكن تتكون ما بتحبش الكتابة ما بتحبش الموضوع ده فيبقى الشغلانة دي بلاش منها طيب لو بتحبها هيبقى روح للشغلانة دي ايه الحاجة الخامسة اللي لازم تفكر فيها meeting يعني مقابلة أو talking to يعني التحدث مع new people ناس جديدة فيه ناس ما بتحبش الاختلاط بالناس يبقى ابعد عن الشغلانة اللي فيها الاختلاط بناس جديدة طيب ممكن تكون بتحب الشغلانة دي أو بتحب الاختلاط بناس جديدة أو التعارف عن ناس جديدة يبقى الشغلانة دي مناسبة ليك يبقى دي حاجات مهمة لازم تفكر فيها قبلي ما تقرر اذا كنت هشتغل في الوظيفة دي ولا لأ طيب ايه تاني بيقولي it's also also يعني ايضا important to من المهم ان think about يعني تفكر في what يعني ماذا you are انت تكون good at good at يعني جيد في لازم تفكر في الحاجات اللي انت جيد فيها and where what يعني ماذا you are not انت لا تكون so good at so يعني جدا وgood at يعني جيد فيه الحاجات لازم برضو تفكر في الحاجات اللي انت جيد فيها وبتحب تعملها والحاجات اللي انت مش جيد فيها عاجي مفيش مشكلة الناس ممكن تختلف في الحاجة ربنا خلقنا مختلفين مثلا ده بيحب حاجة والتاني ما بيحبهاش بس التاني ده بيحب حاجة تانية الاولان ما بيحبهاش وهكذا ده مهم مهم ليه بقى مثلا تعالوا نقول مش مش لازم الناس كلها تشتغل ده كترة مش لازم الناس كلها تشتغل مهندسين مش لازم الناس كلها تشتغل مثلا تاكسي درايفر سواء انتو كوسا بس مهم ان الناس تتنوع ممكن واحد يكون بيحب التنقل فممكن يقولك لا انا عايزة بقى تاكسي درايفر ممكن حد تاني يقولك لا انا بيحب الطب فيقولك انا عايزة اكبر بقى دكتور طيب تخيل كده لو كل الناس مثلا ده كترة طب مين هيبقى مهندسين طب مين هيوصلهم ويبقى تاكسي درايفر فعشان كده ربنا خلقنا مختلفين لحاجة من حكمة ربنا سبحان الله فمثلا الطبيب حد مثلا يبقى طبيب فالطبيب ده يساعد المهندس لان المهندس طبعا بيمرد فيروح للطبيب الطبيب يساعد المهندس والمهندس يساعد الطبيب لان الطبيب هيبقى محتاج مثلا بيت يسكن فيه مين اللي هيبنهوله المهندس طيب المهندس والطبيب محتاجين حد يوصلهم فيبقى فيه تاكسي درايفر وهكذا بس من المهم جدا طبعا انك انت تبقى عارف ايه الحاجات اللي انت جيد فيها والحاجات اللي مش جيد فيها لانك لو اشتغلت بالحاجات اللي انت جيد فيها هتقدر تدي فيها اكتر وتبدع فيها وتبقى كويس فيها وتعملها وانت بتحبها طب زي ايه الحاجات اللي انا لازم ادكس فيها مثلا موضوع solving problems solving جاية من كلمة solve solve يعني حلة problem يعني مشكلة يبقى solving problems حل المشكلات هل انت جيد في حل المشكلات ولا لا helping يعني مساعدة sick people الناس المرضى او animals الحيوانات المرضى لو انت بتحب تتعامل مع الحيوانات تحب تساعدهم يبقى تشتغل ذات طبيب بيطاري لو انت بتحب تساعد الناس وتخليهم كويسين وتعالجهم يبقى حاول تبقى doctor طبيب making new friends making يعني تكوين new يعني جديد وfriends يعني اصدقاء طيب ايه تاني working in a team working يعني العمل ان يعني في team يعني فريق فكرت بتحب تشتغل مع فريق ولا لا reading يعني قراءة lots of lots of يعني الكثير من information information يعني معلومات هل بتحب تقرأ معلومات كتيرة ولا لا تمام لان كل وظيفة طبعا ليها اهتماماتها وليها الحاجات الاساسية بتاعتها تمام طيب بيقول لي ايه هنا how to write كيف write تكتب about يعني عن your future job وظيفتك المستقبلية ازاي اكتب مثلا program او اكتب موضوع عن وظيفة وظيفتي المستقبلية ممكن اقول ايه when يعني عندما i am انا اكون older يعني اكبر لما اكبر يعني i انا want يعني اريد انا اريد to be ان اكون ايه انا اريد ان اكون مثلا a doctor a vet طبيب ايطاري a computer programmer mobile computer because لان i think انا اعتقد think يعني اعتقد this is هذه تكون a good job good job يعني وظيفة جيدة for me ليا بالنسبالي because لان i like ايه انا احب ايه ممكن اقول مثلا اعزة بقى computer programmer مبارن من computer ليه علشان because لان i like مثلا i like computers انا بحب الكمبيوترات بحب مثلا i like programming بحب البرمجة او i like video games بحب الالعاب الفيديو ممكن انت تكبر تبقى computer programmer وتصمم العاب computer ايام انا اكون good at يعني جيد في جيد في كذا and where i enjoy يعني استمتع بكذا i don't انا 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 اريد to be ان اكون ايه مثلا i don't want to be a vet طبيب بيطاري because لان i am not good انا لا اكون good at جيد في جيد في مثلا ايه dealing with animals التعامل مع الحيوانات deal with يعني يتعامل مع deal with يعني يتعامل مع فقول ايه مثلا i am not good at انا لست اكون جيد في dealing with animals التعامل مع الحيوانات also يعني ايضا i don't انا لا really حقا enjoy استمتع به وتقول كذا ده لو انت مش عايز تشتغل في الوظيفة دي تمام هنقف لغاية هنا ان شاء الله نكمل بقية الدرس لسه في جزئية صغيرة في الدرس ده بس هنكمل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ما تنسوش لو عجبك الفيديو اعمل لايك لو لسه مشتركش في القناة اشترك فيها ونضمل صفحتنا على الفيسبوك الاتنين باسم المستر كنت اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو جاي والسلام